حياتك فجأة أصبحت أبيض واسود مش ملون مش ديجيتل مش هاي ريزولوشن الحيالي كنت تعيشها قبل نقاوة شديدة اتش دي هاي دفينيشن واخذوني والمكان موحش والله يا الربع مكان موحش تجتمل رايحة وكأنك في ثلاجة اللحوم والجو كان برد قارص وانتقل ياسر من الحرية إلى ظلمات السجون البعض يعتقد بأن ياسر كان يواجه المدعية فقط ولكن كما أخبرناكم من قبل بأن قاعدة ياسر تحمل العديد من المفاجآت فبمجرد دخوله السجن أصبح ياسر فريسة انقض عليها الجميع فهل حقا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاضنة الحرية والعدالة كما هو متعارف لدى الناس وآخر مرة تكلمنا عنه يا الربع حبدالله البحري يوم زارني في سجن مقاطعة وعطاني الأخبار السيئة بأن ما عندنا كفالة وتحتم علينا أن يكون في سجن مقاطعة من غير الخروج منه حتى أشعار آخر والسبب فلايت ريسك يعني ممكن أنك أنت تحرب وتنحاش من العدالة على ما قالوا ويا ريت لتحرب الموضوع على هالحال هذا في نفس اليوم اللي ألقى والقبض علي وثاني يوم وثالث يوم أنا صرت القصة الوحيدة في جميع قنوات مدينة تلهاسي الإعلامية وخاصة المرئية منها قناة الإخبارية ستة ونص مساء قناة الإخبارية تسعة ونص مساء قناة الإخبارية أحد عشر بالليل ياسر البحر كذا ياسر البحر كذا ياسر البحر كذا وتسريب من المحققة إليزابيث وعناصر الشرطة أجزاء من التهم إلى الإعلام ياسر البحر صاحب كافية شيشة متهم باقتصاب متهم باعتداء متهم بتحرش جنسي متهم بتقديم الخمر للقصر دون الواحد وعشرين سنة ياسر البحر متهم بحيازة السلاح ياسر البحر متهم بحيازة المخدرات وبيع المخدرات ونقلها من ولاية إلى أخرى ياسر البحر متهم بكذا ومتهم بكذا وحطوا علينا فوق العشرين اتهام اتهام الإعلام فقط فالإعلام كان علينا فوق العشرين اتهام وكأن ياسر البحري هو الشخص الوحيد في مدينة تلاحاسي والتي يبلغ تعداد سكانها 300 ألف شخص وكأن ياسر البحري هو الشخص الوحيد اللي المجرم والتالعوت على زينا شون يعني تلاحاسي ما فيها ناس نانين يرتكمون جرائم على ياسر البحري ستة ونص أخبار تسعة ونص أخبار الحادية عشر أخبار ميدنايت والإنترنت ياسر البحري صاحب كافيه شيشة شرق أوسطي متهم بحيازة المخدرات متهم بحيازة السلاح متهم بالانتماء إلى المنظمة كذا وكذا متهم لا حلوة لا أغوة والكلام كله كذب يعني لو الكلام كان صحيح مش مشكل المشكل أن الكلام كله من أول إلى آخر كذب ياسر البحري الفقير لله مبتعث كويتي من جامعة الكويت إلى الولايات المتحدة للدراسات العلية ليحصل على الماجستير والدكتوراه فقط لا أكثر والعاقل من أين جئت كل هذه الدعاءات؟ ولكن أكثرها كانت قادمة وصادرة وإن كانت كذبا من قسم البوليس نفسها وبالتحديد من إليزابيث المحققة والهدف بسيط للغاية تشويح سمعة ياسر البحري في المدينة بأكملها من المدير إلى الخفير قرر أن ياسر البحري مذنب من المدير إلى الخفير قرر أن ياسر البحري مذنب من المدير إلى الخفير إلى ساعة البريد قرر أن واجب على الحكومة الأمريكية ضرب ياسر بالرصاص أين ترهات والأقاويل التي سمعناها أين المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ سمعنا أمور كهذه ممكن تحصل في روسيا ممكن تحصل في إيران ممكن تحصل في كوبا ممكن تحصل في بعض الدول العربية ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية رمز الحرية والعدالة للجميع أي عدالة ما خليتوا فيها عدالة إذا أنتوا أردوا حكمتوا علي في الإعلام مسبقا أن أنا مذنب مش بس تحرش جنسي مش بس اعتداء تقديم خمرة احتساء بل أيضا انتماعي لك منظمة بل أيضا حيازة سلاح بل أيضا تعاطي نقل مخدرات من ولاية إلى أخرى أيش بقى من جرائم ما نسبتوها إلى ياسر البحري فأصبح ياسر البحري المجرم رقم واحد في مدينة تالهاسي بأكمل إياش في شمال فلوريدا والياسر البحري العبد الله الفقير في السجن المقاطعة لا حول ولا قوة ما يقدر يدافع عن نفسه نهائيا وكيف الدفاع عن نفسه وهو في زنزانة حجمها بحجم إحدى حمامات منطقة الظهر صغيرة جدا ممنوع من الكفالة ولكن الحدف وراء تشويه سمعة ياسر البحري أن منطقة تالهاسي بأكملها مدينة تالهاسي بأكملها تعرف أن ياسر البحري مجرم وخطر وبهذه الطريقة يسهل على المحققة وبالتالي المدعي العام إدانة ياسر البحري لأن بالنهاية إذا صار في محكمة وخطه ياسر البحري إلى المحكمة ليقاضه بالنهاية لازم المحكمة تختار من مدينة تالهاسي وناس ليكونوا فيه فريق هيئة المحلفين بالنهاية تختار أنت ست أشخاص هيئة محلفين وناس عاديين جدا من مدينة تالهاسي أن يسمعوا قضية من أولها لآخرها ويحكموا ياسر المذنب أم لا ولكن أنتوا أردي طلعتوا أنه مذنب شهور بل سنين قبل القضية موعد القضية وهذا يعني عمل دنيء للغاية عمل خسيس إذا ياسر البحري مذنب فلننتظر إلى يوم المعاد ونجلس ونقدم أوراقنا وياسر البحري يقدم أوراقه وبالنهاية حيئة المحلفين يقررون عدل ولكن ما كان هذا الغرض الغاية كانت تشويع سمعة ياسر البحري في حالة أننا أخذنا محكمة واخترنا هيئة المحلفين حيئة المحلفين قدموا إلى قاعة المحكمة مسبقا عندهم أن ياسر البحري مذنب كيف ومن أين لك هذا الإعلام الإعلام المكتوب في الجريدة مكتوب في الجريدة يجب أن يكون حقا قالوا في الراديو يجب أن يكون حقا موجودة على الإنترنت أونلاين يجب أن يكون حقا من كتبها؟ من قالها؟ من قالها؟ من أين لهم المعلومات؟ ليس مهم بالنسبة لهم ياسر البحري مجرم ومذنب على الحين ولذلك قرر المحامي التابع لياسر البحري محامينا قرر أن يرفع مرافعة مباشرة في قاعة المحكمة عند القاضية يطلب منها ما يدعى باللغة الإنجليزية غاغ أوردر وهو أن تقوم القاضية شخصيا بمنع الشرطة والمحققين ومنع الوسائل الإعلامية المرئية المكتوبة والسمعية بمنع منع باعتا من تسريب أي وثيقة بل منعا تام بالتحدث عن قضية ياسر البحري ولو بسطر واحد والسبب قال المحامي للقاضية يا محفوظة السلامة قرر أن نرى فمعة الولد لابن نوقف على السبب إذا هناك محاكمة لياسر البحري مستقبلاً ما يجون هيئة المحلفين قرر 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 يكونوا جايين صفاء الأذهن ويقررون لما يشوفون الأدلة ليس الواحد جاي قاعد في حيات المحلفين ويقول والله مذنب لأنه شفت بالتلفزيون أنا أورني من سنة فمحامينا محامي هاربر رفع مرافعة يطلب من القاضية أن تعمل تعتيم إعلامي لقضية ياسر البحري نبدأ من الصفر مع الناس أنا أقدم قضيتي والمدهع العام يقدم قضيته ومي ذا بيست وين وش رايكب كان رد فعل القاضية دعوني أفكر بالموضوع الوعد بعد أسبوعين دعوني أفكر بالموضوع تارة أخرى والوعد بعد عشرة أيام وسأ أبدت بالموضوع بعد عشرة أيام ودعوني أفكر بالموضوع مرة أخرى وثالثة ورابعة الطيور طارت برزاقة الناس خلت في المعلومات كلها الصحيحة منها والخاطئة وحطوها على الإنترنت حطوها أونلاين وكل شيء تسأل أي إنسان في مدينة تلهاس عن ياسر البحري يقول آه ياسر البحري هذا راعي كافية شيشة هذا اللي كان بيعمل هيك وهيك وهيك شدراك أنت أنا عملت هيك وهيك والإعلام مكتوب الجريدة وبالنهاية الحمد لله رب العالمين ولو كان متأخرا قررت القاضية أن تعمل على قضية ياسر البحري طبعا ما يسمونها بس أنا كتعريف في لقائنا هذا أطلق عليه ولكن القرار من القاضية كان على النحو التالي خلاص أمرت قسم البوليس أن يمنعون نشر أي شيء عن قضية ياسر البحري خاصة إعطاها للإعلام ولكن كان الوقت تأخرا جدا جدا فحاول محامين محامي هاربر مرافعة جديدة وأخرى وهي يا حضرة القاضية وجب عليكم نقل المحكمة من مدينة التلاهاسي إلى مدينة أخرى فلما سألت القاضية لماذا؟ وهذا يعني حق ممكن نحن نطلبه الدفاع ممكن طلب الطلب من القاضية أنه عندنا أسباب وجيهة لذلك نود نقل القضية من مدينة التلاهاسي إلى منطقة أخرى والسبب أنتم موردين شبعتوا الإعلام شبعتوا الشعب في مدينة التلاهاسي أن الولد مذنب لذلك نطلب نقل القضية بأكملها إلى مدينة جديدة حساس ياسر يبدأ من الصفر مع الناس حين اختيار هيئة المحلفين ما عمرهم اسموا عن ياسر هل تعرف كيف ياسر؟ لا أعلم عنه كيف ياسر؟ لا كيف ياسر؟ البحاري كيف ياسر؟ في مدينة أخرى سهل أنك تعمل الشيء هذا تسأل وتتأكد قبل اختيار هيئة المحلفين ولكن في تلاهاسي الجميع الردي قرر في الإدانة فطلبنا من القضية أن تنقل مكان القضية من مدينة تلاهاسي إلى مدينة قريبة مثل كوينسي أو بيري أو مايو أو أي من المدن القريبة حتى تامسفل جورجيا وماذا تتوقع كان رد القاضية؟ سأتكلم عنه سأتكلم عنه سأتكلم عنه في مدينة قريبة ومدينة قريبة لم أكن أقل ذلك سأتكلم عنك في مدينة قريبة لا يحتاج العذر اللي عندكم مش كافي لذلك سوف نبقي بالقضية في مدينة تلاهاسي بالنسبة لي كانت الطامة الكبرى ولكن حدث حدثا آخر ثالث كانت هي القاضية بالنسبة لي ياسر البحري قرر محامي حاربر بضغط من أخوتي عبدالله البحري والآخرين قرر أن يرفع مرافعة أخرى وهي تحديد جلسة كفالة نبي ولدنا يطلع من سجن المقاطعة ويكون في بيته معزز مكرم بينما تأخذ القضية مجراها ليش الولد يقعد سنة سنتين داخل سجن المقاطعة بينما القضية تأخذ مجراها يخسر الدكتوراه يخسر سيارته يخسر بيته يخسر أسرته والعياذ بالله يخسر محله يخسر أموال طائلة ليش؟ يا حضرة القاضية دعيه خليه يطلع ويقعد ببيته أوكي لبسوه تحت الملاحظة هذا الجواز السفر اخذوه هذا جواز السفر ياسر البحري اخذوه بس طلعوه خليه يقعد ببيته معزز مكرم يكون بإمكانه على الأقل استكمال برنامج الدكتوراه والحصول على شهادته يكون بإمكانه إدارة محله حتى لو بالتليفون يدير محله بالإنترنت أونلاين يكون بإمكانه المحافظة على منزله وأسرته يكون بإمكانه المحافظة على سيارته يكون بإمكانه أن يعيش حياة الكرماء بالنهاية أليس المتهم بريء قبل قبل أن تثبت إدانته ما أثبتوا إدانته ليش تعاملونك كالمجرم ليش تعاملونك كالمذنب فما رأيك كان قرار القاضية كان قرار القاضية قرار القاضية لا يقعد داخل السجن المقاطعة دون كفالة حتى موعد القضية والمحكمة وبقى ياسر البحري قريب السنتين في داخل سجن المقاطعة التابع لليون كاونتي لا حول ولا قوتها لا يستطيع الاستعداد القضية حتى شيء سيطر كما تأخذ الوصول و أتحدث عن أصدقائك أصدقائك أستطيع أن تفعل هذا لأيك؟ أستطيع أن ترى أن ترى أصدقائي؟ أي اسم أمور يومية حياتية أرفع التلفون عبدالله ترى الموضع جدي جدي أي فلان اتصل في فلان و قوله يجون عندي في البيت نتكلم نتباحث المحامي يجيني بشكل يومي لو أنا في خارج السجن المقاطعة يكون لي تكون لي الاستطاعة أني أذهب إلى المحامي إلى مكتبه يوميا أقعد معاه ساعات وأدخل في الملفات معاه ولكن بينما في سجن المقاطعة لا تستطيع إذا المحامي يبيجي يزورك و أجب علي طلب يقول له خلاص تعالى الأسبوع القادم من الساعة الفلانية للساعة الفلانية و أدخل أقعد معاه في الوحدة The unit خلاص نقول له حين المحامي يجي يشوفني مرة بالأسبوع لنتباحث القضية المحامي يقعد يكلفني خمسة ألاف دولار إلى عشرة ألاف دولار للزيارة الواحدة المحامي يكمس تانس يمكن أنه فرحان ولكن أنا مو فرحان ليس قارون تلاهسي عبد الله كنت ترزق الله حاول أفتح كافية حاول أفتح مطعم حاول أفتح أساس أترزق الله و نطلع لدينار دولار دولارين ياصر البحري ما عنده يدفع خمسة ألاف عشرة ألاف دولار في الأسبوع الواحد أساس المحامي يجي يزوره في اليونت لتباحث مجرى القضية فكان قرار القاضية قرار أرعن قد جعلني أذهب من حالة سيئة إلى حالة أسوأ وعلى هالحالة قريب السنتين والذي زاد الطيم بلع على ما قاله في اللهجة الكويتية والذي زاد الطيم بلع فجأة ظهرت جماعات حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عن الضحايا وحقوق الدفاع عن الضحايا بمثل مختلفة ودخلوا المحل يحاولون يعملون مظاهرة داخل المحل كافية شيشة اوكي شمشكلات كنتم لا هذا المحل لابد أن يقفل هذا المحل كان مرتع للتحرشات الجنسية هذا المحل كان كذا وكذا لا أحد ولا أغوتها إلا بلاد علي العظيم من أين جبت هذه المعلومات؟ من أين لك هذا؟ من أين جبتوا أنتم؟ من أين جبتوا هذه المعلومات؟ أن هذا المحل كان مرتع لل... الولد لم يدان الولد ما زال تحت... القضية ما زالت في مجراهة حاليا ليس إلا إدعاءات من موظفة عند ياسر البحري تعمل عنده أسبوع أو أسبوعين بأن كذا كذا وحصل لماذا قلبت الموضوع؟ كأنه المتحرش المتسلسل أو المختصب المتسلسل وعنده عشرين ثلاثين ضحية هناك مظاهرات في داخل المحل مظاهرات أمام واجهة المحل تحفظوا هذا المكان تحفظوا هذا المكان تحفظوا هذا المكان تحفظوا المحل يقولون تحفظوا المحل ياسر البحري في سجن المقاطعة المحل في عشرين موظفة موظفة هذا رزقهم منهم يطلع 300 دولار ثم يطلع 700 دولار في الأسبوع ثم يطلع ألف دولار في الأسبوع ثم يطلع ألف دولار في الأسبوع إذا أنتوا سكرتوا المحل هذا من المتضرر؟ هذا عشرين موظفة أمريكي وبالتالي إلى الاقتصاد الأمريكي لأن الجبال منحصة إذا سكرنا هذا المحل وهذا المحل يتسكر وهذا المحل يتسكر مدينة التلاهات مدينة صغيرة ليس عشرين مليون نسمة ثلاثمائة ألف ولكن الطريف في الموضوع ويمكرون ويمكر الله والله خير والماكرين الإعلام في بداية شهر أثنين والمظاهرات اللي عملوها بعد سابيع وبعد أيام وسابيع كان لها تأثير إيجابي على الأقل على أرباح المحل عشرات الأضعاف طلعنا في ديتش الأيام شراكم يا ربع يعني إذا كنا نطلع ألفين باليوم اليوم الثاني بعد ما أعلنوا في الإعلانات والتلفزيون والإنترنت اليوم الثاني كانت أرباح المحل تفوق العشرين ألف دولار في يوم واحد من ألفين دولار أصبح عشرين ألف لماذا؟ الفضل يعود لكم حطيتونا في التلفزيون حطيتو كافية الشيشة ولو كان بالسلب والسبب الثاني فضول الناس خاصة الأمريكيين الأمريكان الناس فضولين للغاية ماذا حدث؟ أوه نعم؟ لنرى ما حدث أوه يا رجل هناك؟ حسنا نذهب طلعنا عشر أضعاف وهذا يسألونكم الله على مقولة الأمريكان ما قلت الأمريكان لا يوجد أضعاف فقط الأضعاف فلا يوجد أضعاف فلا يوجد أضعاف لا أهلا ماذا تقولين عني فقط كما تتكلمين ماذا تتكلمين وهم تتكلمين ماذا تتكلمين ماذا تتكلمين لإدانتي أمام أعين الناس ولكن رجل عليهم أثر عكسي ويوصل البحر في ذاك اليوم طلع اللي طلع في اسبوع كامل عشرين يوم طلع في يوم واحد ولله الحمد بالنهاية الفلوس هذه أخذت وعطيناها الأتعاب المحامي ولكن الحمد لله رب العالمين وهذه كانت معاناتنا مع الإعلام في مدينة تلعاسي وبينما في السجن المقاطعة وريد حل قام طارق زوج أختي بزيارتي في أحد الأيام ياسر البحري فيزيتيشن فيزيتيشن وصعد الدور الفوقاني زجاج يفصل بيني وبين طارق وتمسك التليفون السماعة وهو عنده السماعة السلام عليكم وعليكم السلام بشر يا أبو عبد العزيز عندك أي أخبار سارة ترى والله العظيم النفسية ما ودها تسمع أي أخبار سيئة شان طارق والله يا البحري حاولت ولكن أخبار سيئة إلى أخرى ودي أخش عنك الموضوع ولكن أنت صاحب الشان أنت من يجب أن يعلم أولا وأخيرا خير إن شاء الله عسى ما شر أرمي قالي يا البحري أولا قامت جامعة ولاية فلوريدا بطردك من الجامعة طردي من الجامعة وماذا فعلت بما أنه عليك قضية وقضية جنائية فأهمة يطردونك من الجامعة أوتوماتيك حتى إشعارا آخر إذا أدنت أدنت وإذا لم تدان ترجع وتكلمهم يعيدون قيدك من جديد وهو يقول لي هالكلام أنا ما زلت أتذكر المقول المشهورة ميدن هاليوود المتهم بريء حتى تثبت إدانته فقلت حق أبو عبد العزيز يا أبو عبد العزيز وأيج دراهم الأدمنستوريشن أيج دراهم بالموضوع هل يمكن من الإعلام أو يمكن من المحققة إليزابيث قلت وما دخل إليزابيث بالموضوع وأيج دخل هذه الأدمنستوريشن يعني دخلت الإدارة وقالت لهم أفصل الولد قال ممكن أتذكر في جلسة استماع لتحديد الكفالة كلمتها للقاضية بعدما احنا عتدينا أن طلعوا ياسر البحر وخلوه يخلص الدكتورة ماته كانت هي موجودة وكانت شاهدة قاعدت على الإستان وقالت يا حضرة القاضي لا تتكلم عن فسيو اسم الجامعة لا تتكلم عن فسيو فسيو يعمل على طرد الولد فأنا لم أفكر أي شيء أفكر عن من أنت؟ لن تتكلم لا تتكلم عن فسيو ولكن بعدما أبو عبد العزيز قال لي الموضوع تأكد وعلمت علم اليقين أنه لابد ننهي وراء الموضوع لكن كنت تتذكره وفعلا طارق نسيبي ذكرني بالموضوع تخير إن شاء الله رحت رسالة الدكتورة مع فسيو عندك أخبار أخرى قال عندي قلت له جامعة الكويت قاموا بضردك جامعة الكويت نعم وقف قيدك مع فلوريدا وقف قيدك مع الكويت ويطالبونك الآن بتسديد جميع المخصصات التي خصصت لك من 1998 ونحن في 2007 تقريبا تسع سنوات فقلت عن طارق وكم المبلغ؟ قال له قريبا 200 ألف دولار لا أعنجي 200 ألف دولار آخر 200 ألف دولار أعطيتها المحامي فسأل طارق قلت له يا طارق هل قلت لهم أن الولد المسكين متبهدل عنده عذر قاهر لا أستطيع لا أستطيع قال بلقت لهم ووريتهم أوراق وكل شيء وكان ردهم عذر ولكن ليس قاهر بشكل كافي ما هو تعريفك للعذر القاهر؟ قالوا العذر القاهر لما يموت والعياذ بالله والله هو أكبر لما يموت قلت خلاص لما موت أجيكم لما موت أجيكم وأطلب منكم الاسترحام قلت إذا واحد مات خلاص مات بعد قلت ماشي يا أبو عبد العزيز هل من مزيد؟ قال عندي أخبار أخرى وما هي؟ قال غرفة التجارة في مدينة تلاهاسي قاموا بزيارتنا بالأمس وش يبون هذين؟ نحنا ندفع طرائب وندنا اللايسز كلها الرخص كلها صحيحة مئة بالمئة قال نعم ولكن هم جمعوا كل الأوراق اللي عندنا ويبينوا يتفحصونها آملين أن يجدوا أي خطأ ولو بسيط لقف المحلك تلحل ولا قوتها الله بالله مصجك أنت قال لي والله يا البحري وكان معاهم المحاقق إليزابيث وإيش دخل إليزابيث؟ إيش موقعها من الإعراب؟ والله كانت معاهم ولكنها لم تتكلمت لكنها كانت متواجدة فعلمنا العلم اليقين أن المحاققة إليزابيث وراء الموضوع عينها على المحل أنت تسكرها بأي طريقة كانت تسكر المحل وبالقانون الأمريكي إذا تاجر أو لديك محل واجب عليك الاحتفاظ بجميع السجلات لمدة خمسة سنوات ونحن نحن سلتين ثلاثة فاتحين فالسجلات موجودة فأجوه معاهم إذن محكمة من قرفة التجارة عفوان إذن من قرفة التجارة أن يأخذوا كل السجلات كابي تصوير قلت ماشي يا أبو عبدالعزيز طارق هل من المزيد هل عندك خبار سيئة أخرى قال عندي أرمي قال البنك الوطني في الكويت يرفع عليك غضية القرض اللي طالبهم قلت لهم ترى الولد متباهة في أمريكا وموضوع كيدي وكيدي قال والله القلنا لهم ولكن عمك أسمخ وكم المبلغ يابون يابون 20 ألف دينار كويتي 65 ألف دولار شنون أنا قرضي كان 20 ألف دينار كويتي ألفين واثلين من ألفين واثلين إلى ألفين وسبعة إلى يناير أنا كنت أدفع thànhية مى وخمسين لينار في الشهر من ألفين واثلين إلى ألفين وسبعة تلاثمية وخمسين ثلاثمية وخمسين ثلاثمية وخمسين ومتاح السابة a bit ًا traditionally do you take the rate and you access it عدد، عندك الآلة الحاسبة ويقع للايفون المالك أضرب 350 ضرب 50 شهر المبلغ تقريبا 17-18 ألف دينار وردي أنا دافع فمنين جيتم 28 ألف أنا دافع 17-18 من أصل العشرين فالباقي 3 ألف خنقول 3 ألف أوكي حطوا فوائد عليها بعد 3 ألف هذه ستة تدري شون حطوا فوائد عليها تارة أخرى خليها تسعة بس شلون 20 تدري شون أنا في مشكلة عويصة أعمق من فقلنا تدري شون يصير خير إن واجههم متى ما واجهناهم شعور سنين نفر الله أعلم فقلت حق طارغ نسيبي طارغ نسيبي هل من مزيد هل عندك أي أخبار أخرى سيئة قال عندي خلاحة الولاقة الله بالله الله بالله العظيم قوه هيد يا معود فرغ المخزن علي خلاص طعن في الميت حرام قال البنك الوطني لم يكتفي برفع قضية عليك الاسترداد 20 ألف دولار قام بتجميد حسابات بنتيك أنا عندي طفلتين واحدة عمرها سنة ونص أنا ذاكت سنة ونص وسنتين ونص كأب متحمس لبناته فتحت حسابات لهم حساب زينة وحساب لنا وكل شهر سأتحقل وعدة 100 200 300 على القد يعني اللي طلع معانا 100 200 300 اللي كان فكل واحدة عندها يعني مبلغ صغير النية إن شاء الله لما كل واحدة منه من هنا يصير عندها 18 سنة يكون عندها مبلغ كيف تبتشتري سيارة تبتسوي تسوي معا هذه كانت النية أوكي بو عبد العزيز فصار الجمدوا والحسابات وفي الصدد أخذ الأموال جميع قلت حل وراء وتلاب الله العظيم يعني بناتي مساكين مسلموا لا هانة ولا الزمن ولا البنك الوطني أبو عبد العزيز تكفى هترجاك كل الرجاء إذا عندك بعد أخبار سيئة تكفى لا تقولها خلاص اللي فيني كافيني والله العظيم يزيدني بعد خبر هذه القشة اللي أكسرت ظهر الجمل إن قلت لي بعد خبر سيئ والله إلا أرجع الزنزانة وأشرغ نفسي متجهز الشرشف وكل شيء ترى رابطة وجاهز بس ألف وأروح والله إن قلت لي بعد خبر قال لا والله أحلفك بالله العظيم ما في أي خبر ثاني وتكفى يا البحر لنسوي شيء بنفسك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر